اشتركوا في القناة يعني لا يعرفون كيفية تشغيل هذه النوع من الغسالات فهي تظهر لهم معقدة لذا سأبسطها لكم إخواني في هذا الشرح أرجو أن تتحملوني وتشاهدوا الفيديو حتى الأخير إذن لتشغيل الغسالة يجب الضغط على هذا الزر بدء تعاليق أو مارش آرات لتشتغل الغسالة ثم نبدأ في أول زر سأشرحه لكم وهو مستوى الماء نيفو دو هنا هذا مستوى الماء إخواني تضغط هنا حين يشتعل المصباح هنا في رقم واحد معناه مستوى الماء قليل واحد يعني لملابس قليلة تضغط ضغط أخرى يومض المصباح معناه أنه في رقم اثنان ستملأ الغسالة مستوى رقم اثنين تضغط ضغط أخرى مستوى ثلاثة نضغط ضغط أخرى يومض المصباح معناه الغسالة تملأ المستوى رابع ومعناه نصف الغسالة كلما زادت كمية الملابس زد من كمية الماء أو ارفع من مستوى الماء هنا مستوى السابع تضغط ضغط أخرى يوميذ المصباح معناه أنه المستوى الثامن وهو آخر مستوى في الغسالة كمية الماء التي تدخلها الغسالة إذن اختر المستوى حسب كمية الملابس هنا زر Depart Different أو التأخير هو معناه مؤقت الغسالة حين تختار هذا الزر يمكنك تشغيل الغسالة بمؤقت مثلا اخترنا دقيقة واخترنا البرامج وضغطنا على هذا الزر بدء تعليق لتبدأ الغسالة بالعمل الغسالة لن تبدأ العمل حتى تنتهي دقيقة إذا اخترت دقيقتين نفس الشيء كثير من الناس يضغطون على الزر ويقول لك الغسالة لم تبدأ تعمل أنت اخترت المؤقت إذا اخترنا مثلا هنا أربع دقائق ماذا معناه الغسالة لن تبدأ تعمل حتى تنتهي أربع دقائق وثم تبدأ تملأ الماء وتبدأ تعمل حسب البرامج التي اخترتها حين اختيار البرامج التي تريدها اضغط على زر بدء تعليق أو Depart Pause لتبدأ الغسالة في العمل هذا الزر Function أو الوظيفة تختار الوظيفة التي تريد أن تعملها الغسالة إخواني اضغط هنا مثلا لفاج مثلا هنا الغسالة في لفاج تعني غسل وحده بدون شيء آخر غسل لوحده بدون شطف بدون عصر توقيت 18 دقيقة هنا لفاج مع الرنصاج يعني غسل مع الشطف إخواني لن تقوم بالعصر يعني غسل والشطف الرنصاج تعني الشطف لفاج تعني الغسل هنا رنصاج إصوراج ماذا يعني؟ الغسالة ستعمل شطف وعصر فقط بدون غسل حين تضغط على الزر الغسالة لن تغسل ستقوم بالشطف والعصر فقط هنا تضغط مرة أخرى تختار كل الوظائف ترومباج لفاج رنصاج إصوراج ترومباج ماذا تعني؟ الغسالة تدخل المياه تبقى الملابس داخل المياه لمدة حتى تتحلل الأوساخ ثم تقوم بالغسل ثم تقوم بالشطف ثم بعدها تقوم بالعصر فيمكنكم حفظ هذه الإصوراج تعني العصر إخواني في أي غسلة إصوراج تعني العصر لفاج تعني الغسل رنصاج تعني الشطف كما تشاهدون إخواني هذا حسب اختيارك أنت إذا أردت عصر وحده اختر إصوراج إذا اخترت رنصاج معنى الشطف هنا خاص بمعدد مرات الشطف إخواني في هذا الزر زر الشطف يعني مرة أو مرتين أو ثلاث مرات كما تشاهدون نختار مرتين أو ثلاث مرات أو مرة واحدة حسب اتساخ الملابس إذا كانت شديد الاتساخ اختر مرتين للشطف حسب احتياجك ورغبتك كل ما زادت عدد مرات الشطف زاد التوقيت وزاد استهلاك الماء هنا زر برامج إخواني كما تلاحظون هذا زر رابيد هنا ماذا معناه الغسلة تعمل بأقل توقيت عشر دقائق ستقوم بالغسل والشطف والعصر بتوقيت قليل جدا واستهلاك لماء قليل لملابس التي لا تكون شديدة الاتساخ زر شطف وبرامج هنا اضغط عليهما معا ستقفل الغسلة لكي لا يعبث معها بها الأطفال من زر برامج هنا ديليكات لملابس حساسة وناعمة إخواني هنا تضغط ضغطة أخرى تذهب إلى ترومباج يعني الغسلة تدخل الماء وتبقى الملابس في داخل الماء لتتحلل الأوساخ توقيت كبير 78 دقيقة للملابس شديد الاتساخ هنا برنامج جان لملابس جين هنا يعني لملابس الأطفال هنا إخواني هذا برنامج نت طمبور يعني نت وياج طمبور خاص بتنظيف الحوض هذا البرنامج ليس متوفر في جميع الغسلات هنا متوفر يمكنك اختيار هذا البرنامج وضغط على زر بدأ تعليق افتح الباب حين تملأ الماء الغسلة اسكب قارورتين من الخل الأبيض او مكعب من مكعبات الكلور اغلق الباب شغل الغسلة وتركها تعمل حتى ينتهي البرنامج لتنظف نفسها بنفسها وتزيل الترصبات والأوساخ والروائح الكريهة هذا زر درجة الحرارة هو خاص بنوعية الماء التي تريده ساخن او بارد اذا كنت تركب مدخل الماء بارد فقط اختر بارد فقط لان الغسلة ستدخل من المدخل البارد هنا اذا اخترت الساخن الغسلة ستدخل الماء من المدخل الساخن الذي يكون لونه احمر يعني اذا كنت لا تركب المدخل الساخن فلا تختار نوع الماء ساخن فهي لا تسخن الماء وحدها هذه الغسالة إذا اخترت الزرين معا اشتعل الضوء في الساخن والبارد ما معناه الغسالة ستدخل نوع الماء مختلط تدخل من المدخل البارد ومن المدخل الساخن ليكون ماء مختلط هنا بارد لوحده الغسالة تدخل من المدخل الذي لونه أزرق من البارد هذا فيما يخص البرامج إخواني أرجو أن أكون قد وفقت في شرحها بعد اختيارك البرامج المحدد اضغط على زر ديبارت بوز أو بدع تعليق لتبدأ الغسالة في إدخال الماء والغسل وإكمال البرامج التي اخترتها لمن لديهم غسالة لا يوجد في هذا البرنامج نال طوياج طنبور الخاص بتنظيف الحوض اختر أي برنامج طويل وافتح الباب واسكب القارورتين من الخل الأبيض في الحوض وشغل على أطول برنامج في الغسالة وتركها تدور وتنظيف نفسها بنفسها خل أبيض أو مكعب من مكعبات الكلور فيما يخص الأنبوب إخواني في هذه الغسالات يجب أن يكون معلق وعلى ارتفاع أكثر من خمسين سنتيمتر لأنه إذا وضعته على الأرض سيخرج كل المياه التي تدخلها الغسالة وأيضا مسحوق الغسيل ولن تعمل معك الغسالة في هذه الغسالات يجب الأنبوب أن يكون معلق إذا لم تستطع إيصاله إلى مكان إخراج المياه يمكنك إضافة قطعة أنبوب إليه وأخذه إلى المكان الذي تريد إخراج المياه إليه ولكن أنبوب الرئيسي يجب أن يكون معلق أو مرتفع أكثر من خمسين سنتيمتر لكي لا يخرج المياه التي أدخلتها الغسالة هذا هو شرحي إخواني أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح وأنكم فهمتموه بشكل جيد شكرا لكم على حسن المتابعة ولا تنسونا بجام وتعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم